نجمة في قريبة منكم مضوية في عيونكم نجمة في قريبة منكم مضوية في قريبة من المستويات متقاربة في قريبة من المستويات متقاربة ومن المستويات متقاربة من المستويات متقاربة أغلبي ديال اللاعبين كانوا خرجوا من البطولة المغربية الآن لدينا أبناء المغرب لكي مارسوا في بطولة أوروبية كبيرة وهذا أعطاهم محافظ لأنه لا يوجد أول شيء الخوف وضغط لأنه يعيشوا في الفراق الدير من الأوروبية وبتالي أعطاهم نتائج مدريب لعند الخبرة خاصة في الأجوال الأفريقية ونظن بأن المنتخب المغربي الحمد لله سيكون في خطة جيدة كاللعب دولي سابق كيف جاءت كل مجموعة التي جاءت فيها المغرب إسبانيا، بورتغال، وإيران على إسبانيا، بورتغال، ورقة مكشوفة؟ بكل صدق على الورق فكان أعرف بأن المنتخب الإسباني ومنتخب بورتغالي صعيب ولكن كل شيء ممكن لأن الكوارد القدم تتابع على جزئيات أول شيء، لا نقوم بإسبانيا وبرتغال، لذلك معروفين، نحن نفكر في إيران إيران فرق قوي، لا نحن نستهن به لأنه تأهل أول فرق يتأهل في آسيا ودائما يشارك تقريباً في كأس العالم لأنه عنده خبرة وعنده مدرّر في المو الساوى والمدرر البرتغالي فإذا فرص دينا تقريباً متكافئة نظن خاصة مع إيران ومع البرتغال المفتاح دينا نحن الذي نشوفه بحكم تجربة هذه المتواضعة والمباراة الأولى ضد إيران فإن شاء الله حقنا فيها نتيجة إيجابية فإن شاء الله سوف نفتح لنا الباب إن شاء الله لنلعبوا بأريحية ضد المنتخب البرتغالي وكذلك ضد المنتخب الإسباني ما هي الحاجة التي تبقى محفورة في الدين ديال صلاح الدين باصر في المشاركة دياله في المون ديال بلا شك فإن كل واحد يطمح أنه كل حلم دياله يشارك في كأس العالم فإن شاء الله يشارك فيه وكين كان الحلم أكبر من السجلت فيه أهدفين فإن شارف كان أعتز به ونتمنى أنه إن شاء الله المهاجمين المغاربة إن شاء الله في كأس العالم يسجلون أهداف يفرحونا كيفما فرحونا الجيل ديال 96 و ديال 94 و ديال 98 كسؤال آخر أولا يا كريسة لشين ريسة اللي غاديت بغيت وجه اللعبين المنتخب خوصا أنا هناك لعبين في أعمار سنية اللي هي باقي صغيرة أول مرة يشاركوا في كأس العالم أول مرة يعيشوا الأجواء الجيل كأس العالم الرسال اللي غادي نوجهه أنه يبقوا غاديع الخوطة ديالهم لأنه مجهودات يعني التاكتيكية والتقنية والدهنية اللي لعبوا به هاد الماتشات فإلى حافظوا على إحتى المباراة ديال كأس العالم فأنا نظن غا تحفزهم لسيما أنه ستلعب ضد لاعبين كبار ماشي كبار لأن اللاعبين تمو كبار لأنه كيلعبوا معهم وكيلعبوا ضدهم في البطولات الأوروبية في فرنسا إسبانيا ألمانيا إنجلاطيرا إذن ما عدناش هذا كيف نقوله التخوف يعني هادو كيلعبو فراقي كبار لا تحنا عدن لعب كيلعب فراقي كبار نظل لك ثقة في النفس وكان الفارق مستعد ذهنيا ونفسيا فأنا نظن غا يحق نتائج إيجابية إن شاء الله نتمنى إن شاء الله أنه متفائل المتخبط المغربي خاصة المباراة الأولى كيف قلت لك إلحق نتائج إيجابية فغا تفتح لنا إن شاء الله الباب الضوء الثاني بإذن الله بإذن الله الباب الضوء بإذن الله بالإفادة حيث بإذن الله بإذن الله شكرا